المكان نيويورك والزمان الثامن عشر من ديسمبر الموضوع سوريا أما أصحاب القرار فهما روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول المعنية بالملف السوري الاجتماع سيبدأ صباحاً وستحضره الوفود نفسها التي شاركت في اجتماع فيينا 2 ويأمل الطرفان الروسي والأمريكي أن يتم التوصل خلاله إلى مشروع قرار بشأن سوريا يقدم لاحقاً إلى مجلس الأمن اجتماع نيويورك سيركز على عدة نقاط وهي وقف اطلاق النار تزامناً مع عملية انتقالية ذات مصدقية تحديد أسماء وفد المعارضة المعتدلة التي من المفترض أن تشارك في المفاوضات مع الحكومة السورية وتحديد قائمة مشتركة بالمنظمات الإرهابية في سوريا بالإضافة إلى تنظيم داعش الذي تتفق كل الأطراف على أنه إرهابي وكذلك جبهة النصر وبعدما كان مصير الأسد العقدة التي توقفت عندها المفاوضات السابقة كان لفتاً في اجتماع كاري ولفروف عدم التركيز على الخلافات بين الدولتين لسيما بشأن مصير الأسد على حد قول كاري بل على طرق التقدم في التسوية السياسية بسوريا ومكافحة الإرهاب نحن متفقون على أن داعش يشكل خطراً علينا جميعاً كما أننا متفقون على أنه لا يمكن القضاء على داعش بدون وقف القتال في سوريا لأنه وإن صح التعبير مغناطيس لعمليات داعش وينتظر من مؤتمر نيويورك أن يمهد الطريقة لعقد لقاء مطلع يناير المقبل بين ممثل المعارضة السورية وممثلين عن الحكومة لتشكيل حكومة انتقالية في غضون 16 شهراً وتنظيم انتخابات خلال 18 شهر وفق مقرارات فيينا ترجمة نانسي قنقر